أنا الطالبة ميس وسأقرأ لكم سعيد والسقر كان عند سعيد سقر يحبه ويستخدمه في الصيد في يوم من الأيام خرج سعيد في رحلة صيد وأثناء الرحلة شعر بالعطش فوجد ماء يسيل نقطة نقطة من أعلى تل مرتفع فبدأ يملأ كأسه وعندما انتهى من ملء الكأس بعد وقت طويل هجم السقر على الكأس فأسقطه أرضا غضب سعيد من السقر وضربه ثم صعد التل إلى منبع الماء فوجد فيه أفعى ميتا أفعى ميتا عرف سعيد أن صديقه السقر كان يريد حمايته فاعتذر له ترجمة نانسي قنقر